هذا وأعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أنه بناء على القرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وبعد التنسيق مع الأوقافين السنية والجعفرية فقد تقرر اقتصار ارتياد الجوامع والمساجد لجميع الفروض اليومية وصلاة الجمعة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا بعد مرور 14 يوما من أخذ الجرعة الثانية والمتعافين من الفيروس وذلك من خلال إبراز الشعار باللون الأخضر عبر تطبيق مجتمع واعي ولمن هم فوق 18 عاما فقط مع وجوب تطبيق الإجراءات الاحترازية المعلنة سابقا وذلك اعتبارا من يوم غد الجمعة الموافق 21 مايو 2021 على أن تقوم إدارتاء الأوقاف السنية والجعفرية بالإشراف على تطبيق هذه الإجراءات ترجمة نانسي قنقر